من أفغانستان ممكن يعني يبقى احتمال الانسحاب العسكري من العراق وارد يعني إذا مو هذه السنة سنة أخرى سنتين خمس سنين لكن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تتحدث عن سحب الجنود أو الضباط العسكريين القوات القتالية كما تسميها والإبقاء على قوات غير قتالية بمعنى قوات عسكرية مساندة لوجستية دعم استخباراتي تدريب عمليات معاينة احتياجات الجيش العراقي من الأسلحة في مختلف الصنوف تعزيز هذه القدرات تبادل المعلومات طبعا ضمن إطار اتفاقية التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والإراق بمعنى أن الوجود الأسكري الأمريكي في العراق ليس بالوجود يعني الاحتلال أول أنه ليس احتلال بالتأكيد لأنه في إطار اتفاقيات بين الحكومة العراقية والحكومة الأمريكية ومن ناحية أخرى ليس هدفه القتال أو الحرب داخل عراق لكن القوات الأمريكية في نفس الوقت هي ضمن إطار قوات التحالف الدولي وحلف شمال الأطلسي التي تستهدف في العراق كما في سوريا كما في المنطقة ما يسمى بالحرب على الإرهاب وهي الضم أكثر من 68 دولة في العالم النقطة الأخرى أيضا المهمة اليوم العراق إذا ما انسحبت القوات الأمريكية أو خفضت مرة أخرى أو انسحبت تماما هذا يأتي ضمن إطار تقدير الموقف العسكري للوزارة الدفاع العراقية الحكومة العراقية الأجزة المختصة بمعنى عندما لا تكون هناك حاجة فعلا لوجود هذه القوات العسكرية من المؤكد وضمن إطار علاقات التعاون والصداقة والتحالف الاستراتيجي ممكن تترك القوات الأمريكية هذه القواعد لكن هذا لا يعني عدم وجود تنسيق شوف أستاذ أحمد أحاول أذكرك في مسألة وأذكر المشاهدين الكرام يعني مصر أيام عبد الناصر عندما كانت هناك أسلحة سوفيتية صواريخ وطائرات وغيرها كان هناك خبراء سوفيت كان هناك قوات سوفيتية أيضا غير قتالية في العراق ذلك كان هناك خبراء سوفيت وعندما اشترى العراق أسلحة فرنسية كان هناك خبراء فرنسيين وتدريب للعراقيين في فرنسا في الاتحال سوفيتي في شكوزلفاكيا في الدول التي يشتري منها أسلحة معنى وجود القوات الأمريكية اليوم في العراق غير القتالية مع تسليح الجيش العراقي بالأسلحة الأمريكية أساسا واليوم هي العقيدة الغربية التي تحكم العقيدة العسكرية للجيش العراقي إذن وجود هذه التشكيلات للتعاون للتنسيق التبادل الآراء إلى آخره موجود يعني كانت الطائرات العراقية عندما تطير وعندما ترجع هناك خبير سوفيتي تابع مع الطيار العقبات التحديات المشكلات أسئلة الطيار وإلى آخره فوجود خبراء للصيانة لمعالجة المشكلات العجوبة التي يمكن يقدموها للمقاتل العراقي الضابط العراقي الجلد العراقي عندما يستخدم الدبابة أو الطيارة أو غيرها من الأسلحة الموجودة يعني وجود قوات أمريكية في العراق هذا لا يعني احتلال ولا يعني انتقاص من السيادة إذا كان ضمن إطار اتفاقيات التسليح واتفاقيات الدفاع المشترك طيب دكتور